سيناسا دنيا يمور بهذه الكلمات افتتح تجمع علماء تركيا لأجل القدس في مدينة اسطنبول التركية بحضور أكثر من مئتي عالم من بلدان عربية وإسلامية مختلفة نخبة من العلماء الأتراك والشخصيات السياسية والإعلامية جاءوا إلى هذا المكان ليعلنوا أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة للغاية تستوجب تكاتف الأمة الإسلامية أكثر من أي وقت مضى الملتقى تضمن فعاليات وكلمات ألقاها الحضور أكدت على واجب علماء الأمة تجاه القضية الفلسطينية ونصرتها والوقوف إلى جانب الفلسطينيين ودعمهم في مواجهة الاحتلال الصهيوني الرئيس الشؤون الدينية التركية السابق محمد جورماز أكد أن القضية الفلسطينية لن تحلى إلا بالعمل المضني وتعاون جميع المسلمين مع بعضهم البعض لتحرير بيت المقدس علينا أن نحول هذه الاجتماعات إلى عمل لأن هذا لا يشبع الجوعان من هذه الاجتماعات وإخواننا في غزة محاصرين وبالأمس نحن شاهدنا ظلمات كما شاهدنا ظلمات كثيرة الانتقال من القول إلى العمل هدف تأمل هيئة علماء المسلمين في العراق تحقيقه في القريب العاجل لوضع حد لانتهاكات الصهاينة المستمرة بحق الفلسطينيين يلتقي العلماء ليتناصحوا ويتباحثوا في كيفية الانتقال من القول إلى العمل كيف تترجم هذه الدعوات إلى برامج عملية تنفذ على أرض الواقع ما هو دورهم باتجاه توعية الناس توعية كل شرائح المجتمع وعلى رأسه الشباب وكيف يكون لهم الدور أيضا في التأثير على صانع القرار على السياسيين على تحويل وعي الأمة إلى خطوات عملية سياسية هذه الخطوات السياسية تقوم بدورها في الضغط على المجتمع الدولي عموما لإيقاف نزيف الدم في فلسطين مشاكل الأمة في العراق وسوريا واليمن لا يمكن أن تنتهي دون العمل على حل القضية الكبرى بالنسبة للمسلمين هكذا يرى رئيس الجمعية العالمية لتضامن علماء المسلمين التركية عبدالوهاب أكنجي لا يمكن أن نبتعد عن المشاكل التي نعيشها في عراق وفي سوريا وفي مختلف الأخطار إلا بحل هذه المشكلة الكبرى وتحرير الأراضي المحتلة من قبل سهاينا ويكثف العلماء المسلمون نشاطهم في التحذير من تهويد القدس عقب أعلان ترامب في شهر كانون الأول الماضي اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني متجاهلاً القرارات الأممية التي تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة